شاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتفاع على درجات الحرارة يوم غد الجمعة وحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل شاهدين الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو وعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم العالية تغطي المملكة وجزء من شرق البحر المتوسط وشمال مصر معظم هذه الغيوم من النوع العالي قسم قليل منها من النوع المتوسط وهذه الغيوم من النوع غير الماطر أما يوم السبت نتوقع يوم السبت أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وهي ناتجة من لقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين بدرجات الحرارة كتلة هوائية دافئة مع كتلة هوائية باردة قادمة من عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة المنطقة الواقعة في المنطقة ما بين هاتين الكتلتين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي ومن ضمنها المملكة إذن يوم السبت حالة من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي الأماكن التي ستتعرض لهطول لا يوجد فيه هطول حتى ظهر يوم السبت تقريبا لكن بعد ظهر يوم السبت ستتأثر المملكة بحالة واضحة من عدم الاستقرار الجوي يبدأ الهطول في المناطق الجنوبية ثم يمتد تدريجيا ليشمل بقية المناطق بعد عصر السبت ومساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد بإذن الله وتستمر هذه الوضعية أيضا حتى يوم الأحد تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة على فتران الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تظهر السحب المتوسطة والعالية في سماء المملكة تكون درجة الحرارة الصغرى في عمام بحدود سبع درجات أعلى من المعدل بدرجتين الملموسة أيضا سبع درجات مئوية الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى المعدلات في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية أيضا تظهر السحب العالية وبعض السحب المتوسطة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 16 والصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية يوم السبت حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأجواء مع الظهر وما بعد الظهر تصبح غائمة جزئيا تدريجيا تتحول إلى غائمة تسقط في فترة الظهر وما بعد الظهر زخات رعدية من المطر في المناطق الجنوبية بعد العصر وفي المساء والليل تنتشر لتشمل بقية المناطق وأيضا يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية العظمى المتوقعة يوم السبت 12 درجة ويوم السبت ليلا أيضا تبقى الأجواء غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات الأمطار اللي ستحدث يوم السبت بإذن الله قد يصاحبها البرق والبرد والرعد أحيانا يوم الأحد تبقى الأجواء باردة غائمة جزئيا وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر أو أمطار متفرقة أحيانا العظمى المتوقعة 11 درجة والصغرى 7 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف مدن المملكة وأيضا درجات الحرارة المتوقعة المناطق الشمالية الأحوال المتوقعة يوم غد الجمعة تقريبا دافئة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية الحرارة المتوقعة الصغرى 10 والعظمى 19 عجلون الصغرى المتوقعة 9 والعظمى 18 جرش الصغرى 11 والعظمى 19 المفرق الصغرى 9 والعظمى 19 درجة مئوية عمان والمناطق الوسطى أيضا أجواء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أجواء تقريبا ما دافئة نسبيا يعني أدفع من الفترات الماضية وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أيضا مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية البلقاء 8 إلى 17 مأدبة 7 إلى 17 عمان 7 إلى 16 البحر الميت 15 إلى 23 والزرقاء 10 إلى 19 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطفيل 7 إلى 14 الشراه 4 إلى 13 إمعان 6 إلى 17 وخليج العقبة 13 إلى 23 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة دافئة نسبيا نهارا باردة نسبيا ليلا أجواء مغبر أحيانا وغائمة جزئيا بغيوم عالية ومتوسطة الأزرق 10 الصغرى والعظمى 21 الصفاوي الصغرى 28 والعظمى 20 الوشد الصغرى 8 والعظمى 19 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة